هلو شباب شوانكم يا رب تكونون دائما بخير وصحة وعافية رجعتوا إياكم فيديو جديد شكرا للأصدقاء اللي دزولي رسائل على الانستجرام ضيفوني هذا حسابي على الانستجرام هناك راح تعرفون انه حياتي اليومية وستوريات ومواضيع راح تهمكم بخصوص الحياة في أمريكا ولي قالوا انه انت قطعت على القناة اني ما قطعت على القناة بس تعرفون شنت مسافر سافرت إلى أربع ولايات بأمريكا وسياقة رحت يعني فمسافة كانت كلش بعيدة وبعدين رجعت الكاليفورنيا في تعبت يادو بأخذ ليومين ثلاثة استراحة ورجعتوا إياكم فيديو جديد الفيديو اليوم جدا مهم بخصوص شنو أفضل ولاية بأمريكا مثل ما تعرفون ولايات أمريكا خمسين ولاية كل ولاية تختلف عن الولاية الثانية من ناحية القوانين مثلا من ناحية المساعدات من ناحية المدارس من ناحية إجازة السوق من ناحية القوانين هواي هواي أشياء تختلف بها من ولاية إلى ولاية بما أنه أنا سكنت بأربع ولايات بأمريكا وعدي معلومات كافية حتى أطلع قدامكم وأحكي لكم على الولايات بالنسبة للسلبيات والإيجابيات بس قبل ما نبدأ بهاي المواضيع كلية لأنه ما راح أقدر أقول لك أن هي كاليفورنيا أفضل ولاية بأمريكا لا راح أقدر أقول لك هي مشيقين أفضل ولاية إلك لأن كل شخص يختلف عن الثاني من ناحية الظروف مات إذا كان أعزب أو الطريقة اللي إجابيها من بلده إلى أمريكا يعني مثلا بالنسبة للاجئ إذا أنت مقدم لجوء وبالمستقبل راح تجي إلى أمريكا آخر شي قبل ما ينطوك الفيزا يعني بعد ما كملت وإجت الموافقة وإجاك التوطين راح يسألوك المنظمة اللي هي اليو أن راح يسألوك أنه أنت عندك كفيل وهنان الموضوع راح يختلف طبعا هو موضوع الكفيل المفروض أني أنزل عليها موضوع كامل بس راح أحكي لكم عليها بالمختصر لأن مثل ما قلت لكم معلومات هواية وإن شاء الله يوميا راح أنزل لكم فيديو مواضيع مهمة الكفيل هو مجرد كفيل معنوي يعني لا راح يدعمك بفلوس ولا راح يسوي لك أي شيء ولا من راح تجي راح يحضر لك البيت ولا السيارة مثل ما هواي ناس يسمعون هو مجرد أنه شخص تجي علي بنفس الولاية الحكومة راح تخصص مبلغ من المال هايذا أنت أجيت لجوع طبعا اللي هو خنقول 10,000 أو 7,000 أو 12,000 دولار تعتمد حسب الشخص وحسب العائلة وحسب الولاية اللي أنت أجيت بها وحسب المنظمة همينة على سبيل المثال خنقول 10,000 دولار أنتو 5 نفرات كل نفر إليه 2,000 دولار هاي راح يأخذ هذا المبلغ المنظمة راح تطهيها راح يأجر شقة راح يدفع التأمين ما للشقة بالبداية اللي هو المقدمة تقريبا 2,000 دولار على سبيل المثال أو 1,500 ورح ينطيه أول شهر إيجار وبقية الفلوس راح يشتري لكم أشياء بها بسيطة مثلا شرابي أكل شغلات يعني على مود أنت من تجي من بلدك أول ما أجيت لأمريكا ويستقبلك هو طبعا أكيد بالمطار ويأخذك للشقة أو البيت أو يأخذك بالمكان اللي أنت أجرت به راح تلقى أكل وراح تلقى مثلا فرشات راح تلقى دواشق يعني على عدد أفراد الأسرة وباقي الفلوس راح يشيلهن وينطيكيهن هذا إذا هو إنسان طيب ويحبي يساعدك بس اللي سمعت آني هنا يعني من خلال خبرتي ويالناس اللي إجوي عن طريق الكفيل الكفيل 80% من الناس اللي إجوي عن طريق الكفيل الكفيل نص المشوار وقال لهم آني بعد ما لألاقة بكم هنا مو معناته أنه أنت يعني خلاص أنه أنت راح تروح بالشارع أو أنه أنت ما راح تقدر تلقي شغل أو أنه أنت أمورك يعني صارت موزينة لا لا أكو منظمة لأنه أنت جيت الأمريكا قانوني ومن تجي لاجئ كل الحقوق إلك راتب للأطفال تأمين الصحي بطاقة الأكل هاي هو راح يوديك على المنظمات وإذا ما وداك على المنظمات أنا أنصحك تجي على ولاية بيها جالية عربية وبيها منظمات تساعد اللاجئين بالأخص إذا أنت أجيت الأمريكا وما عندك لغة لأنه إذا أجيت على ولاية ما بيها جالية عربية وما بيها المنظمة ضعيفة راح تتعب بالنسبة إذا أنت ما عندك كفيل وغاني راح أحكي على حالتي الشخصية كأني جعفر أول ما أجينا إحنا قلونا أنه إنتوا راحين على ولاية جورجيا أطلنطا بعدها إحنا متهيئين إحنا ما عندنا أحد يعني إحنا ما عندنا كفيل ولا نعرف أحد بجورجيا وصلنا إلى مطار نيويورك ولقينا المترجم قال إنه إنتوا تعرفون وين راحين قلنا راحين على ولاية جورجيا أطلنطا ترانزيت مالتنا لأن بالبداية ننزل مطار نيويورك كل المهاجرين أو اللاجئين يرحون على مطار نيويورك لأنه مطار دولي ومن بعدها ينطهم الآي ناينتي فور البطاقة اللي هي إنه تثبت إنه إنت إجيت الأمريكي بصورة رسمية مو إجيت عن طريق مثلا بالمطار سعادت وإجيت نزلت كمهاجر غير شرعي لا لا يعني هاي ورقة تثبت إنه إنت إجيت شرعي ومن خلال هاي الورقة تقدر تروح وتقدم على المساعدات بعدها قل لنا لا أنتوا ما رايحين على ولاية جورجيا أنتوا رايحين على ولاية يوتا بصراحة نتفاجئ لأن إحنا ما نعرف بالولاية ولاية يوتا، ولاية أوريغن، ولاية واشنطن واشنطن أثنين أكو، واشنطن سياطل وواشنطن دي سي اللي هي العاصمة وويسكنسن وشيكاغو وهي ولايات شمالية وولايات جنوبية إحنا ما عندنا مشكلة، قلنا أوكي هي أصال مليوسة ما نعرف إحنا ما رايحين فصار ترانزيت مالتنا إلى ولاية يوتا ووصلنا إلى يوتا المنظمة استقبلتنا وودونا على الشقق مالتنا طبعا إحنا جئنا ثلاث عوائل كل عائلة إلهي شقة عائلتي وأهلي وبيت عمي وبنفس المجمع هم دافعين الإيجار لمدة ست شهر وكل الفواتير عليهم وإن شاء الله بالمستقبل راح نزللكم حلقات جاية عن المساعدات شنو اللي ينطوها للاجئ أو المهاجر الجديد بأمريكا فالموضوع هو موضوع الولايات أحاول أنه ما أطلع عن الموضوع عبقى داخل الموضوع بس هو المشكلة مثل ما قلت لكم هواية معلومات وإن شاء الله الكل تستفاد من هاي المعلومات رحنا على ولاية هيوتا المنظمة كانت منظفا كلش ضعيفة وما بيها مساعدات من أحكي على المساعدات أحكي على الكاش الكاش اللي هو الكاش الدولار هنا مثل ما تعرفون الولايات تختلف مثل ما قلت لكم فأكو بعض الولايات ما بيها نظام الكاش نظام الرواتب اللي هي تنزل كل شهر لمدة ست شهر دفعونا الإيجار دفعونا الفواتير وبعدها لقينا شغل إحنا ولازم وراها أعتمد على نفسي لازم أنا أشتغل وأدفع الإيجار كان إيجاري 1200 دولار مع عدى التأمين ما للسيارة الفواتير فشفت نفسي أنه أنا صعبة علي أنه أنا أدفع هذا الإيجار بس الإيجار يعني مع عدى الفواتير فذكا رحت على المسؤول ماتي بالمنظمة قلت لي أنه أنا يعني هذا الموقف ماتي وأني ما عندي فلوس ما الإيجار فقل لي أنه أنت لازم ثين تشتغلون بالبيت إنت وزوجتك أنا عندي بنات صغار فبذاك الوقت الصعبة علي أنه أخليهم أولادي فلازم الأب والأم يشتغلون هنا صفنت قلت ما أقوله هي هاي أمريكا يعني إحنا كنا متصورين أنه إحنا رح نجي الأمريكا رح نلعب الفلوس لأب شو رجال والمرة لازم يشتغلون لا أكيد أكو شي غلط فبعدها قال لي أنه لازم تشتغل تزوجتي بوقت هي بس المشكلة التي سووا قصوا فلوس مال البطاقة الأكلي اللي هي الفودستان ليش لأنه ما عندهم نظام الكاش بعدها أنا طلعت من الولاية لأنه تأذينا كلش أهلي انتقلوا إلى ولاية كاليفورنيا اللي أنا حاليا بيها وبعدها أنا بسنة انتقلت لأنه كانت أشتغل حتى أقدر أنقل عملي همينا ويايا بولمارت انتقلت هنا كاليفورنيا بيها نظام الكاش فهم شي تنتبهون عليه هو نظام الكاش لأنه هذا النظام الكاش أنت تستحقه لمدة خمس سنوات مو بس كاش الكاش يدخل بيه بعض هواية مساعدات مثلاً إذا أنت اشتغلت بمكان بعيد خنقول نص ساعة أو ساعة المنظمة تتفع لك فلوس البانزين اللي أنت جاي تصرفه أو أي عطل بالسيارة المنظمة رح تتفع لك إياه أو إذا أنت اشتغلت شغل ومطلوب من عندك يعني ملابس خاصة أو تكرمون حذاء خاص أو أشياء خاصة جفوف همينا المنظمة رح تصرف لك تشك وتدزلك إياه بالبريد يجيك ونظام الكاش كل شهر ينزل لك حسب العائلة يعني إذا أنت تشتغل عائلتك خمس أفراد تقريباً يجيك بالألف دولار زيان وأنت عندك الإيجار ماتك وأكيد أنه أنت رح تشتغل ومن رح تشتغل رح يقل هذا الراتب ماتك بس كبداية أول ستة شهر الإيجار ماتك مجاناً من الحكومة هي الدفعية إذا أنت اجيت عن طريق المنظمة شنو أفضل ولاية؟ حالياً أنا بولاية كاليفورنيا سكنت بولاية يوتا سكنت بولاية أوريغن سكنت بولاية ميشيغين وزرت هواية ولايات فشفت أنه ولاية كاليفورنيا هي أفضل ولاية فبقت يمك أنت أنه أنت شنو تحب تحب الولايات الشبيرة مثل كاليفورنيا بهاي الولاية رح تلقى بيها منظمات وتلقى بيها جالية عربية وتلقى بيها مطاعم وبسهولة تلقى عمل يعني اذا انت اللغة ماتك ضعيفة ممكن تشتغل بالاسواقات او بالمطاعم العربية اما اذا انت كانت اللغة ماتك قوية فتقدر تفتح لك بزنس بس اذا رحت الى ولاية ما بها جالية عربية وانت ما عندك لغة رحت تعاني كل شو هواية بسبب اللغة لانه انت رح مباشرة رح تدخل بالمجتمع الامريكي مثل ما صار انا وياي يعني لا قدرت اسوي انترنيت ولا قدرت اشتري تليفون لحد ما اتعلمت احتي انجليزي هو بي سلبيات وبي ايجابيات هذا الشي انه انا تعلمت انجليزي ولذلك انه تشوفون اكو ناس هنا صار لهم خمس سنوات او ست سنوات وهو ما عنده لغة ليش لانه يشتغل ويا العراقيين بعدين يصفون يقول زناني لحد هس انا ما اخذت جنسية لانه ما عندي لغة وما عندي البزنس ماتي ويعني على الاقل ما اقدر ارتب اموري اشيائي اليومية فهاي مشكلة شبيرة فانصحك اذا انت اجيت الامريكي حاول تشتغل ويا الامريكان هي المنظمة تقدملك بالنسبة للمساعدات وهي الامور عندك مسؤول عليك وتقدر تخابره وهو رح يجاوبك واي استفسار عندك اكيد هي المنظمة رح يخلولك شخص خاص شون هسا مثلا اني تشنت قبل اشتغل المنظمة تشنت مسؤول على ملفات وهميني يجون ناس اساعدهم اوديهم للبنك المعاملات مالتهم اذا ادفت مشكلة اترجم لهميني اذا اختارت المدن اللي الشمالية الباردة فرح تعاني من البرد البرد احنا ما متعلمين على البرد بصراحة بالنسبة لي مقدر عيش بولاية باردة يعني هاي السبع ايام اللي رحت بيها الى ولايات شمالية اللي هي ولاية واشنطن كل اشي تأذيت باردة الدنيا وبنفس الوقت اشغال ما بيها فاذا انت سنجل يعني شخص ببحدك اعزب ممكن تسكن بالولايات الشمالية تشتغل سايق تريلي اذا انت ما مستقرب بسكنك يعني وتتنقل حول الولايات بس يعني امريكا ما تقدر تعرف هواية اشياء خلال فترة قصيرة يحتاج لك وقت كلش طويل يعني انا صار لي تقريبا رح يصير لي تسع سنوات وبديت هواية اشياء اتعلم لها واحب اشاركوا ياكم هاي المعلومات هسا هواية رح يجون يقولون لا ولاية مشيقين افضل ولاية كاليفورنيا افضل انا حاليا ما جاء اسوي مقارنة بين الولايات كاسعار اكيد يعني ولاية مشيقين الايجار مالتها سبعمائة او ثمانمائة دولار الشقة غرفتين اما اذا تجي على كاليفورنيا ايجار شقة غرفتين اكثر من الفين دولار او الفين دولار فاكيد بس بنفس الوقت خلي ببالك انه انت المينموم ويج هنان الاعمال يعني ساعة هنان اذا تتشتغل اقل شي 17-18 دولار واشغال متعددة هواية ليش لانه المدينة شبيرة واذا انت تحب تشتغل يعني عمل خاص بك هاي المدينة رح تفيدك لانه بيها هواية جالية رح اظلون تعانون مثل ما صديقي ايهاب اللي كانوا ايا بالفيديو هو خمس سنوات ساكن بولاية مشيقين يقول جعفراني تعبت من البرد والثلج يعني يوميا اقعد الصبح احمس سيارة لمدة نص ساعة اواخر الثلج واذا اجاني الشتة كأنه هو واحد لازم عسكرية يعني يلتحق بالجبهة فيقول مأساة جنة نعيشة ما عدا المشاكل والجرائم اللي موجودة ثاني شي لا تنسون ان شاء الله العنصرية عنصرية ترى موجودة بامريكا خاصة اذا شوفوك انه انت جديد بامريكا بالمستقبل رح نزلكم على موضوع العنصرية وشو نتعرضنا احنا كجالية عربية او بالنسبة الي للعنصرية بالمدن الشبيرة اللي هي مثلا ولاية يوتا او ولاية اوريغان دعاتكم اي سؤال كتبوا لي كومنت وشاء الله عجبكم الفيديو واشوفكم فيديو ثاني تحياتي لكم ولا تنسونا بالدعم لايك واشتراك